اشتركوا في القناة وأن السعودية تعيش اليوم في موقف القوي بفضل حزم وعزم وقوة ملكها وولي عهده وتشهد بشكل مستمر مشاريع تنموية واقتصادية كبرى لرفاه الشعب السعودي قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إن المملكة العربية السعودية مسيرة مجد يتورثه ملك عن ملك وصولا إلى الملك سلمان وكل ملك يضيف على ما تركه سلفه من بناء قوي وأسس متينة مضيفا سموه لا نجامل في حبنا وعلاقتنا مع السعودية ولا نزايد إذا قلنا أنها العمود الفقري لكل السياسات العربية ولا نبالغ إذا قلنا أنها تعدت ذلك إلى العالمية وما إسناد السعودية عالميا إلى دليل مواقفها الثابتة التي جعلتها الأقوى مكانة بين دول العالم وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الجميع ينظرون إلى السعودية اليوم أنها الأب والشقيق الأكبر للجميع لمواقفها ودعمها للدول الشقيقة والصديقة لافتا سموه إلى أن محاولات التفريق بين دولنا ستخيب حتما طالما كانت الأمة خلف راية السعودية والجميع مؤمن بأن قوة السعودية هي قوة لنا جميعا وامتدح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الصحافة السعودية التي قدمت الكثير للقارئ الخليجي والعربي وبفضلها صار صوت العربي مسموعا دوليا مشيرا سموه إلى أن السعودية تمتلك ما يقارب السبع عشرة صحيفة يومية نعتبرها سبعة عشر صاروخا موجها ضد أعداء السعودية وأعدائنا لدول الصحافة السعودية في الدفاع عن قضايا العرب والمسلمين ولقوة كلمتها معربا سموه عن الاعتزاز بالكفاءات الصحفية الخليجية التي أصبحت اليوم تنافس أكبر الكتاب والكفاءات العالمية بفكرهم ومرئياتهم وعمق ما يطرحونه ووجه سموه كتاب الأعمدة والرأي في الخليج إلى توثيق كتاباتهم فمن حق القارئ العربي أن يعرف دور الصحافة الخليجية التي ساهمت في تعزيز الوجود الخليجي في العالم شاكرا سموه ومقدرا مشاركة الصحافة السعودية كضيف شرف في جائزة خليفة بن سلمان للصحافة وهما يعكس التقارب وخصوصية وطبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بفندق الريدس كارلتون اليوم وفدا يضم رؤساء الصحف وعددا من مديري التحرير بالصحف السعودية ووكالة الأنباء السعودية بحضور سعادة الدكتور ناصر الحجيلان وكيل وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية وسعادة الدكتور عبدالله بن عبد الملك الشيخ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة زيارتهم للبحرين كضيوف شرف في احتفال تسليم جائزة خليفة بن سلمان للصحافة وخلال اللقاء رحب سموه بزيارة الوفد إلى بلدهم الثاني مملكة البحرين مواربا سموه عن سعادته باختيار صحافة السعودية لتكون ضيف شرف حفل تسليم جائزة سموه للصحافة ومشاركة إخوانهم من رجال صحافة البحرينيين في هذه المناسبة تجسيدا لعمق روابط المحبة والأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين واحتفاء بما تتميز به الصحافة السعودية من مستوى مهني متميز وأشاد سموه بما تتميز به الصحافة في المملكة العربية السعودية الشقيقة من تاريخ حافل ومستويات عالية من المهنية والالتزام بمعايير العمل الصحفي الرصين وتناول قضايا الشأن الوطني في إطار من الوعي المستنير ولوها سموه إلى أن الساحة الخليجية تحظى بكفاءات مبدعة وبمستويات عالمية في كافة فنون العمل الصحفي والإعلامي وكد سموه أن علاقات المحبة والأخوة القوية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من التميز والعمق التاريخي والاجتماعي يجعل منها نموذجا فريدا في العلاقات بين الأشقاء وقال سموه أن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من الصعب بمكان أن تصفها كلمات فهي علاقات ممتدة ترسخت على مر التاريخ وقد توارثنا التوراوط والتلاحم وما زلنا على نهج الأجداد والأباء سائرين إيمانا بما يربطنا من مصير مشترك وشدد سموه على أن العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات بفضل رعاية واهتمام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وحرصهما على أن تمضي وطيرة التعاون المثمر بين البلدين إلى أعلى المستويات واعتبر سموه أن الدور الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة وتحملها بكل المسؤولية لتبعات قيادة مسيرة العمل العربي والإسلامي البشترك كان له عظيم الأثر في إفشال المساعي التي استهدفت أمن واستقرار الأمتين العربية والإسلامية وشدد سموه على أن المملكة العربية السعودية تقف بقوة وعزم في مواجهة مختلف التحديات التي تهدد حاضر ومستقبل شعوب ودول المنطقة وهي السند المتين الذي يدافع بإرادة لا تلين عن مصالح الأمتين العربية والإسلامية وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية تشكل عصب السياسات العربية وهي بمواقفها المناصرة للحق ودفاعها عن قضايا الأمة العادلة استحوذت على احترام وتقدير الجميع وأثبتت أنها صمام الأمان الذي يصون لدول وشعوب المنطقة مقدراتها ومكتسباتها وعبر سموه عن تقديره لما توالي المملكة العربية السعودية الشقيقة بذله من جهود على صعيد دعم وحدة الصف العربي والدفاع عن القضايا والحقوق العربية والإسلامية وأكد سموه أن الأمة العربية والإسلامية استعادت زمام المبادرة ودورها المؤثر بفضل القيادة الواعية للمملكة العربية السعودية وأكد سموه أن محبة السعودية متجذرة في قلوب الجميع فهي بلد خير تمتد يدها بالعطاء والبذل في مختلف ظروف للوقوف إلى جانب الأشقاء والأصدقاء في العالم أجمع ونوه سموه بخطوات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية والتي من شأنها تدعيم أسس التنمية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مبديا سموه إعجابه بمساعي سمو ولي العهد السعودي وما حققه من نقلة كبيرة على صعيد التطوير والتحديث وما يتمتع به من قيادة واعية نحو وضع المملكة العربية السعودية الشقيقة على أعتاب مستقبل مفعما بالإزدهار لخير المملكة وشعبها الشقيق وأكد سموه مساندة مملكة البحرين وتأييدها لكل الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل الدفاع عن استقرارها وسلامة شعبها مشددا سموه على أن أمن السعودية من أمن البحرين وأن أمن البحرين من أمن السعودية لأن مصير البلدين واحد وهدفهما واحد واستذكر سموه في هذا الصدد مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة الداعمة والمساندة لمملكة البحرين في مختلف الظروف وهي المواقف التي تجسد حقيقة ما يربط بين البلدين من وشائجة قوية وتزداد قوة عبر السنين وينتظرها مستقبل مفعم بالتفاؤل المبني على رغبتهما لأكيدة في تطوير أوجه التعاون والوصول بها إلى أفاق تلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين من جانبهم أعرب أعضاء وفد رؤساء تحرير الصحف السعودية عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتنمية علاقات المحبة والأخوة بين البلدين الشقيقين مؤكدين أن سموه بما يمتلكه من الحكمة والرؤية السديدة استطاع أن يحظى بكل المحبة والتقدير إقليميا ودوليا وأعربوا عن سعادتهم باختيار الصحافة السعودية لتكون ضيف شرف في حفل تسليم جائزة سموه للصحافة البحرينية وهو الأمر الذي يجسد عمق علاقات المحبة المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدين أن جائزة سموه للصحافة تحمل في طياتها الكثير من المعاني التي تعكس ما تحظى به الصحافة في مملكة البحرين من تقدير كبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر